أهلاً ومرحباً بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس التربية الإسلامية أرجو من الله تعالى أن تكونوا بإتم صحة والعافية لننطلق إلى عنوان درسنا لهذا اليوم مراجعة الآداب الإسلامية في درس آداب المجالس أهلاً ومرحباً بكم وهياً لنبدأ في درسنا لهذا اليوم أهداف درسنا لهذا اليوم يا أحبائي هو أن يجيب الطالب على الأسئلة المتعلقة بدرس كما ذكرنا آداب المجالس أولاً أحبائي نذكر التوجيهات العامة في درس المراجعة التوجيه الأول استعن بالله عز وجل وجدد نيتك للتعلم ثانياً اجلس في مكان هادئ بعيداً عن الضوضاء وعن الإزعاج ثالثاً استمع وأنصت للأسئلة جيداً ولا تتسرع في الإجابة رابعاً بعد الانتهاء من الدرس دون الأسئلة والإجابات للاستفادة الكبرى لننطلق أحبائي كنا قد تعلمنا سابقاً في درس آداب المجالس أولاً آداب المجالس ثانياً أنواع المجالس وثالثاً محظورات المجالس ورابعاً وأخيراً كفارة المجالس إذن المجالس يا أحبائي كما عرفناها سابقاً قلنا وساعدوني في الإجابة هي الأماكن التي يلتقي فيها من يلتقي فيها؟ أحسنتم الأماكن التي يلتقي فيها الناس في أفراحهم وعكس الأفراح أبعدها الله عننا وأحزانهم وأعمالهم اليومية أحسنتم إذن هي الأماكن التي يلتقي فيها الناس في أفراحهم وأحزانهم وأعمالهم اليومية إذن هي المجالس أحسنتم الأماكن التي يلتقي فيها بارك الله فيكم الناس في أفراحهم وأحزانهم وأعمالهم اليومية بارك الله فيكم أحسنتم يا أحبائي انتهينا الآن من التذكير بتعريف المجالس لنتقل أحبائي الآن إلى آداب المجالس لنقرأ الكلمات المفتاحية معاً ويجب عليكم أن تستخرجوا من ذلك آداب المجالس أولاً الدخول والخروج ثانياً الصغير والكبير ثالثاً التفسح والتوسع ورابعاً جهراً وسراً ماذا نستخرج من كلمة الدخول والخروج فيما يتعلق بآداب المجالس؟ نعم أحسنتم السلام عند الدخول والخروج إذن ينبغي علي من آداب المجالس أن ألقي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند الدخول إلى المجلس وأيضاً عند خروجي ثانياً الصغير والكبير ما هو واجبي نحو الصغير ونحو الكبير في المجالس؟ أحسنتم التواضع مع الصغير واحترام وتوقير الكبير ثالثاً التفسح والتوسع نعم أجال التفسح والتوسع للداخل فإذا قدم علينا أحد كما ذكرنا سابقاً نفسح له المجال حتى يجلس في المجلس رابعاً جهراً وسراً أحسنتم ذكر الله تعالى جهراً وسراً وهذا من الآداب الشائعة في الأشياء التي فرضها علينا الإسلام يعني يجب علينا دوماً أن نذكر الله تعالى جهراً وسراً سواء كنا في المجلس أو في غير المجلس بارك الله فيكم يا أحباي إذا نصل يا أحباي الآن إلى النشاط الذي يجب علينا فيه أن نصل العمود ألف بما يناسبه من العمود باء العمود ألف السلام عند التواضع مع الصغير التفسح والتوسع ذكر الله تعالى في العمود باء وتوقير الكبير للداخل جهراً وسراً الدخول والخروج لنبدأ بالتوصيل السلام عند أحسنتم السلام عند الدخول والخروج إلى المجلس التواضع مع الصغير أحسنتم وتوقير الكبير التفسح والتوسع بالطبع للداخل ذكر الله تعالى جهراً وسراً بارك الله بكم أحباي إلى أنواع المجالس ونحاول أن ندقق النظر في الكلمات والعبارات التي تحتها خط لنتذكر من خلالها نوع المجلس الصحي نبدأ أولاً كمجالس أهل السوء الذين لا يتحدثون أو لا يفعلون إلا ما يغضب الله تعالى والعياذ بالله فهو المجلس أهل السوء أحسنتم هو المجلس المذموم ثانياً مثل مجالس العلماء والصالحين كحلقات الذكر وحفظ القرآن الكريم في المساجد أو المراكز القرآنية إذن مجالس العلماء والصالحين هي مجالس؟ طبعاً هي مجالس محمودة أحسنتم وأخيراً وهي المجالس التي تتناول الأمور المباحة كمن يجلس مع عائلته أو أصدقائه ويتحدثون في أمور حياتهم أحسنتم هو المجلس المباح بارك الله فيكم نصل أحبائي إلى هذا النشاط ويقول النشاط لنرتب معاً العمل المحظور بالدليل المناسب له هنا نستعرض المحظور ونستعرض معه الدليل لنبدأ باستعراض المحظورات المحظور الأول التجسس على الناس في المجلس المحظور الثاني إقامة أحد من مجلسه لجلوس مكانهم المحظور الثالث ارتكاب المنهيات في المجلس مثل الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرين لنذهب إلى الدليل وكنا ذكرنا سابقاً أن الدليل إما آية قرآنية وإما حديث نووي شريف الدليل الأول قوله تعالى في سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسح وتوسع دعونا الآن نرتب العمل المحظور مع الدليل الذي يناسبه التجسس على الناس في المجلس أحسنتم قول الله تعالى وَلَا تَجَسَّسُوا المحظور الثاني يناسبه أي دليل أحسنتم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه المحظور الثالث ارتكاب المنهيات في المجلس أحسنتم ولا يغتب بعضكم بعضا بارك الله فيكم ننتقل أحبائي إلى النشاط الذي يليه يقول النشاط دوّن العبارة التي تتناسب مع الكلمات التالية لدينا على يمين الشاشة الكلمات ولدينا على اليسار العبارات المناسبة دعونا أولا مع الكلمات التجسس إقامة المنهيات ما هي العبارة المناسبة التي وظفنا بها كلمة تجسس في درسنا لليوم أحسنتم التجسس على الناس بالمجلس إذن من آداب المجالس عدم التجسس على الناس بالمجلس إقامة أحسنتم عدم إقامة أحد من مجلسه والجلوس مكانهم المنهيات أحسنتم عدم ارتكاب المنهيات في المجلس مثل الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية بارك الله فيكم أحبائي لنأتي إلى هذا النشاط اللطيف لنرتب الكلمات التالية في مكانها المناسب انظروا إلى الكلمات الرسول لغطه المجلس وسبحانك ما هي كفارة المجلس؟ لنبدأ بترتيب الكلمات في مكانها المناسب كفارة المجلس يعلموا صلى الله عليه وسلم أحسنتم نعم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس عندما يلتقون في المجالس قد تزل ألسنتهم فيقعون في اللغو أو غيره ولحرصه عليهم حثهم على ترديد دعاء سمي دعاء كفارة أحسنتم دعاء كفارة المجلس فقال صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه أحسنتم فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك أحسنتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفير له ما كان في مجلسه ذلك بارك الله فيكم أحباي الآن لنبدأ ونجيب عن الأسئلة التي أمامنا ما هي المجالس أحسنتم هي الأماكن التي يلتقي فيها الناس في أفراحهم وأحزانهم وأعمالهم اليومية بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول عدد آداب المجالس نعم لدينا أربعة آداب نذكر منها إثنان الأدب الأول السلام عند الدخول والخروج والأدب الثاني ذكر الله تعالى سرا وجهرا وقلنا أيضا التفسح والتوسع للداخل وقلنا أيضا احترام الصغير وتوقير الكبير بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى السؤال الذي يليه عدد أنواع المجالس ما هي أنواع المجالس؟ ذكرنا ثلاثة أنواع للمجالس نعم أحسنتم المجلس المذموم وكما ذكرنا سابقا هو مجلس أهل السوق والمجلس المحمود وهو مجلس الصالحين والعلماء والمجلس الثالث وهو المجلس المباح وهو المجلس التي يتحدث فيه الناس عن أحوالهم وأعمالهم اليومية السؤال الأخير عدد محظورات المجالس ما هي الأشياء التي يتوجب علي اجتنابها في المجالس؟ نعم أحسنتم التجسس على الناس في المجلس؟ هذه من الأشياء التي يجب أن أبتهد عنها ثانيا إقامة أحد من مجلسه للجلوس مكانه بارك الله فيكم أحبائي لنتذكر ما تعلمنا في درسنا آداب المجالس تعلمنا أولا أحسنتم أن المجالس هي الأماكن التي يلتقي فيها الناس في أفراحهم وأحزانهم وأعمالهم اليومية تعلمنا ثانيا من آداب المجالس السلام عند الدخول والقروج والتواضع مع الصغير وذكر الله تعالى سرًا وجهرًا أحسنتم تعلمنا ثالثا أنواع المجالس قلنا المذموم والمحمود والمباح بارك الله فيكم وتعلمنا رابعا من محظورات المجالس التجرسس على الناس إقامة أحد من مجلسه والجلوس مكانه وارتكاب المنهيات أحسنتم يا أبطالي أحبائي نصل إلى نهاية مراجعة آداب المجالس أحرصوا دوما على حل الواجب في التيمز في الختام كل الشكر لكم على حسن استماعكم في رعاية الله تعالى وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر